شو صار اليوم نتماني الصباح لتماني المساء سادس مستشفى طلع عن الخدمة بسبب العدوان هو مستشفى السانت راز ببيروت مع اعلان ادارتها لإغلاق الجزئي لأن الغارات وصلت عمحيط المستشفى الغارات الإسرائيلية مكملة تحديداً على الضاحية أكتر من 15 غارة من مبارح بالليل منهم 6 غارات بعشرين دقيقة وتحديداً على المريجي وبشكل بيمنع فرق الإغاثة من الوصول للمكان اللي استهدف فيه هاشم صفي الدين الخميس بالليل بالجنوب استهدفت إسرائيل مركزان للهيئة الصحية الإسلامية بصدقين وجوية مخيم البداوي شيع القيادة بالقصام سعيد عطلع اللي استشهد مبارح مع زوجته وبنتينه بغارة إسرائيلية على بيته بأول عدوان على محافظة الشمال إيرلندا رفضت سحب قواتها باليونيفل بعد ما طلبت منها إسرائيل هالشي وحول العالم صار فيه مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان بالجنوب تصدى حسب الله لمحاولتان تسلل بالعديسة والسهدف دبابة ميركافا بحرش مارون الجيش الإسرائيلي أعلن أنه في جندي نصاب بمواجهات اليوم بسبب انقلاب مركبة عسكرية بالإضافة لعشر إصابات بالجليل بسبب الصواريخ ترجمة نانسي قنقر